إذن استعرضنا في الدرس السابق كيفية إنشاء المتريكس الرسكور والمين أبسوليوت إيرر والمين سكور إيرر وكذا الحال مع روت مين سكور إيرر قمنا بعمل ترانس فور معالى الترين مادل نسبة للديتا تاست عملنا البريدكشن وعملنا قتعة للمتريكس باستخدام الإفاليويت المتواجدة داخل يعني داخل الريقرشين بطبيعة الحال وعملنا قتعة للبيانات بشكل مباشر طبعا ذكر هذه القيم هي public وهي قيم تعتبر من نوع getUnset تعتبر property إذن نقدر أنه نعطيها data قمنا بإعطاء لها data والآن نقدر أنه نستخدمه ونعمل عليها get بشكل مباشر العراجة على form design multi يعني النتائج الخاصة في المتريكس طبعا كيف راح أقوم بعملية عرضها يمكن طبعا أن تقوم بعملية عرضها كداخل data grid أو أي شيء من هذا القبيل أو داخل مثلا combo box نسبة إلى القيم اللي موجودة طبعا ما في أي مشكلة لكن يمكن أنه نستخدم مثلا data grid حتى نقوم بعملية العرض هذا أو مثلا تقدر أنه تعمل text لكل قيمة موجودة عندك حتى تبدأ أنه أنت تعرضها ما في أي مشكلة الآن طبعا أنا في الترين هذي راح أبدأ أستخدم message box وكل بساطة حتى ما بدي أصاب عليك الأمور راح أبدأ أستخدم عندي message box لكل قيمة معطات جيد فكل بساطة طبعا بعد انتهى عملية التدريب منتي وأخفاء هذا الbar راح أدى أقل لأنه أنا عندي message box فكل بساطة طبعا عندنا هنا طبعا عندنا هنا طبعا عندنا هنا message box راح يكون .show وأبدي بإعطاء القيمة بشكل مباشر يعني .sh .mainseqwer error هذا عندك .mainseqwer error طبعا بالجزء الأساس هذا تعمل له .string يعني يعتبر عندك قيمة string ويمكن بكل بساطة أنه حتى أبين أنه هذا يعتبر عندي .mainseqwer error فأقدر أنه أعمله contact أوكي يمكن أنه أعمله contact like this وأطيه زائدا وأعطيه بهذا الشكل يمكن يكون عندك بهذه الصيغة تماما وهذا الكلام طبعا أبدأ أطبقى على الأربعة الخاصة في المحددات طبعا اللي هو .mainseqwer error الثاني اللي هو .mainabsolute error هذا هو وعندي .main وطبعا عندي .seqwer error .عندي .seqwer error .عندي .seqwer error .عندي .mainseqwer error وأحدن تمامah فحتى تكون واضحة إعني عندك .ارسqwer وعندك الروت بالنسبة للرسكور يعني الجذر مالتا الآن إحنا ليش نأخذ الجذر مالتا حتى تصغر القيم مالتا حتى القيم العليا ما تتأثر عندي فبتالي تحتاج أن تأخذ جذر في هذه الجزئية هذه كفلسفة لإستخدام الروت من سكور أو أن تأخذ جذر للقيمة لهذا الإرار هذه طبعا كلها إرار هذا السكور هذا المين مالتا المعدل مالتا المين وهذا الروت مالتا اللي هو الجذر الخاص فيه وهذا الابسوليوت اللي هي قيمة مطلقة عندي قيمة مطلقة مستحيل أنه تنزل إلى قيمة سالبة باحتبار أن هي عندي ابسوليوت فاليو طيب ممتع زدنا أحبدي أعمل ران على الابليكيشن مالتي أضغط على ترين مفروض أن تعرض لي هذه النتائج واحد تلو والآخر هذا راح أبدأ أقل إلى ترين سو قدنا خطأ الخطأ يؤشر على الليبل يكتل ما موجود عندك بالنسبة للليبل لما موجود عندنا هنا فطبعا مالتا يعني أن نgedar أن نقول ل يعني الليبل موجود عندك في الربالويت الليبل لما موجود عندك في الربالويت اتذكر يحنا الليبل للمره خاص فينا اللي هو في السرياز الليبل الالالبال للمره shit نفس الصيغة هذا هو اللابل كان هو temperature في السيريز طيب نرجع مرة أخرى نعمل train ثم تلاحظ هذا هو الرسكوير طبعا الرسكوير هو 0.05 يعني قيمة صغيرة نريد قيمة يقترب من الصفر في كل ما اقترب من الصفر كانت القيمة جيدة إذا كانت قيمة سالبة يعني بأس النموذج الخاص فينا بأس يعني ليس جيد على الأطلاق فالآن مثل ما تلاحظه أنه 0.05 يعني قيمة الأصل الخوارزي المستخدمين في هذه الجزئية ونالك تغير وليس احتمادية كاميرا وبالتالي يعني نقدر أنه نستخدم غير خوارز ميون ونغير البيانات في الجزء الأساس هذا الرسكوير الثاني لو تشوف الآن المين سكوير إررار هذا عندك كل ما كانت الآن هو 64% يعني 0.6 كل ما كانت القيمة قريبة من الصفر يعني جيدة الآن هو قريب من الواحد يعني القيمة السيئة نقدر نعتبره بهذا الشكل الثاني لاحظ هذا الروت الروت الخاص في السكوير 0.8 هذا يعمل لك روت وبالتالي نشوف الآن 0.8 أو مقدار الخطأ 0.8 وهذا أيضا ليس جيد لعملية التقييم أيضا عندك المين absolute error اللي هو 0.7 وهذا أيضا يعتبر عندك ليس جيد لعملية التقييم أوكي إذن الآن واضحة فيما يخص عمليات التقييم عمليات التقييم جدا مهمة هذه تعطيك مؤشرات إذا كان النموذة جيد أو سيئة طيب في حال إنه زودنا قيمة لترين يعني نفترض إنه هذا 0.2 نفترض إنه أنا أريد 0.4 like this نشوف الآن القيم راح تبدي تقل أو تزداد يعني في الجزء الأساس يا اذا تضغط على train مثل ما تلاحظ الآن الرسيكور زاد عندك زاد الرسيكور لماذا؟ ننفحص على قيم أكثر أصبح عندك 0.17 يعني 17% الثاني راح يبدأ يقل عندك لازال الخطأ هو نفسه لا زال الخطأ هو نفسه باستخدام هذه الخوار رسمية اذا الاحد هنا تقريبا اصبحت عندك الامور واضحة فيما يخص انشاء النموذج بشكل يدوي اعطاء البيانات وكل هذه الامور طبعا هذا الكود هو واحد ويكون ثابت الاختلاف الاختلاف اني راح يكون راح يكون في بناء النموذج الترين هو نفسه طبعا راح يكون الاختلاف في بناء النموذج والاختلاف راح يكون في البردكشن لاننا نستخدم الريقرشن بدل الريقرشن راح تبدأ تستخدم مثلا اي خوار رسمية اخرى لعملية الـ Evaluate هنا طبعا طبعا حتى اذا قمت بتغيير نوع الخوار رسمية مثلا تستخدم خوار رسمية fast-forced بهذا الشكل ما لها maximum number of iteration خلال هذه الجلسية طبعا كل خوار رسمية لحل الخصائص الخاصة فيها هنا طبعا هذه التغييرات ترفع بشكل مباشر على gethub فس اوكي يمكن انه انت تشوفها على المشروع اللي احنا رفعناه مسبقا فيما يخص هذه HSE ترجمة نانسي قنقر